مشاهدينا متكملين اللقاءات بتاعتنا ومعنا دلوقتي ومستضيفين المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS المنظمة لفعاليات قمة FDC أهلا بك معنا أهلا وسهلا يا شريف فرص طيبة فندا دي يمكن أول مرة أسأل فيها أو أتكلم على شركة MCS فأنا طبعا حابب إن إحنا ناخد نبزة كده عن الشركة إحنا الإسم طبعا بتاع الشركة كله بتعمل إيه بقى لها قد إيه يعني عايز أسمع كده عن MCS شوي والحقيقة إحنا شركة متخصصة في مجال الديستريبيوشن لقطاع التكنولوجيا إحنا بنسوق وبنساعد الشركات المتخصصة في مصر إنها يبقى عندها تواجد التكنولوجيا سواء من ناحية الفنية إن إحنا بنساعدهم في التصميمات والمساعدات الفنية بالإضافة إلى التوريدات للبرودكس اللي هي ليها علاقة بتأمين البيانات والإنفرستركتشور بتاعة الشبكات فرد خصصنا اللي إحنا بنشتغل فيه قلنا 15 سنة التخصص بتاعنا دو ساعدنا إن إحنا بقى واحدة من الشركات اللي ليها باع في مجال تأمين البيانات وبالتالي كل السنوشنز محتاجة تأمين بيانات معقد ومحتاج شوية خبارات فنية إحنا بيكون لنا دور إن إحنا بنساعد في تصميمه وبنساعد كمان شركاء الأعمال بتاعتنا لو يحتاجوا إن إحنا نساعدهم في تنفيزه وتركيبه عند بعض الجهات تأتيتهم إحنا مؤمنين بالشراكة عموما بشكل كامل ما فيش حد النهاردة عنده الخبرة الكاملة في كل حاجة الخبارات متنوعة في هذا المجال وبالتالي التخصص فيها مطلوب عشان خاطر يقدر إن إنت تضيف ويبقى عندك كيمة مضافة مع شركاء الأعمال بالفكر دوت إدانا فرصة إن إحنا نشتغل مع أطراف كتيرة في الماركت في مصر وبتالي يفتح لنا أبواب في أفريقيا وفي بعض الأحيان في الميدل إيست إن إحنا نساعد الشركات المتخصصة برضو في هذا المجال فإحنا بنسمي نفسنا للتكنولوجي بتاعت السيكوريتي والإنفراستركتشر بتاعت الشبكات المطلوبة طب إعلقتنا بالمؤتمر ده السؤال التاني ده السؤال ده سؤال خلاص فحرك اسأل السؤال أنا أجاوب سيادتي لا ده حرك يعني بتجاوب من قبل ما نسأل فدي حاجة كويس قال إن ده السؤال إحنا إي علاقتنا بالمؤتمر الحقيقة المؤتمر دوت إحنا لقينا إن في مصر الصناعة محتاجة مؤتمرات ضخمة تتجمع فيها الشركات بشكل متكامل وكل واحد يدي رسالته في هذا المؤتمر مصر كان دايما فيها بيتعامل فيها زي كونفرنس الصغيرة كونفرنس دوت كل شركة بتعملها لوحدها بتطلع فيها رسالة أو موضوع بيحضروا عرض قليل من الجمهور بيسمعوا وخلاص الموضوع بينتهى لكده وكان هدفها غالبا تجاري يعني الكونفرنس دي هدفها تجاري نموه بين المعلومة بشكل تجاري إحنا قلنا لأ إحنا عايزين ناخد موضوع ده بشكل أكثر إيجابية فقلنا إن إحنا هنعمل مؤتمر مجمع يكون فيه الشركات المتخصصة بشكل عام والهدف منه هو نقل المعلومة بشكل الأد من قدر شكل علمي والشركات اللي بتتجمع دي هي كلها الشركات المتخصصة في المجال ده فيدي فرصة لأي واحد من المتخصصين لما يحضر المؤتمر ده يبقى عنده رؤية كاملة بيغطي كذا تكنولوجي في نفس الوقت مش بيسمع مختطفات فقط لغير ده بيغطي بكل حاجة بالإضافة أن حجم المؤتمر يخلين هو يقدر يغطي اهتماماته إنه يلاقي كل المواطيات متواجدة لهو مهتم بجزء معين من التكنولوجيه يلاقي حد بيكلم عنها بتخصص أو عايز ياخد نبذة عن كل جهة عن كل تخصص أو كل أريا معاناة في مجال الشبكات وتأمين البيانات هلاقي إنه عايز حد مهتم بالAIO بيك ديتا هلاقي متخصصين جدا جايين بتكلموا في الAIO بيك ديتا تمام حد مهتم بتأمين البيانات والسايبر سيكوريتي هلاقي الناس متخصصين جدا في مجال السايبر سيكوريتي بيكلموا في الإسبوع في الثلاثة أيام دولار أو خلال اليوم متوال المؤتمر لو عايز يتكلم على موضوع الديشتال ترانسفورميشن وإيه التكنولوجي المطلوبة والكمبيوتين والبلاتفورمز المطلوبة عشان حاجة زي كده هلاقي متخصين بيكلمه في المجال ده بالإضافة طبعا لرواد الأعمال احنا مهتمين موضوع رواد الأعمال جدا شايفين ده مصر محتاجة ان احنا ندعم رواد الأعمال فده توجه النهاردة انا شايف ان فيه جهات كثيرة جواه مصر مهتمة به احنا كان لازم يقالينوا دور برضو اللي احنا شايفين احنا بنرعى فكرة تطور التكنولوجي بشكل عام وبالتالي لما بتلنا نحط الخطوات ديت اهتمينا موضوع ان احنا نرعى رواد الأعمال بشكل كامل عملنا لهم جزء في المؤتمر جزء هدف ان هو يقول لهم ايه الأفكار الجديدة ازاي ينضموا للمنظومة مجيوش حاسينهم مفاصلين عنها صح ان احنا الأجيال بتسلم بعضها احنا النهاردة شايفين احنا نسلم الأجيال الصعادة النهاردة اللي هي بتبدأ تشتغل في نفس المجال بتاعنا